اختتمت في مملكة البحرين أعمال المؤتمر الأول لقادة العمال التواصل من أجل ابتكار الذي انطلق في الثالث عشر من مارس بتنظيم من شركة ستارت نيشن سنترال منظمة غير بحية تربط الحكومات والشركات والمستثمرين بالنظام البيئي الإسرائيلي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وجمع المؤتمر نخبة من المسؤولين الحكوميين والشركات الكبرى والمنظمات الدولية ومجتمعات الأعمال والمبتكرين في مجال التكنولوجيا للتركيز على التحديات وإقامة ورش عمل مهنية ومحاضرات وحلقات نقاشية وجلسات عرض ومناقشات حول القطاعات الوعدة المختلفة مما يمكن البلدين من تبادل المعارف وأفضل الممارسات من خلال مشاركة وفد يضم أكثر من مائة شخص من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة بدولة إسرائيل للمشاركة في أعمال المؤتمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر